السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدينة الزكية لازم يكون فيها بنية تحتية مؤسسية زكية ويكون فيها حكومة زكية ومن اهم ملامح الحكومة الزكية ديت انها بتكون بتشارك المعلومات مع المواطنين ويكون المواطنين لهم الحق في ان هم يقولوا رأيهم في القرارات اللي الحكومة هاتخدها فلازم تكون الخدمات والقرارات العامة يكون اقصر انفتاحا وستدامة وتعاونة وشفية يكون الناس عارفين ايه المشروع اللي هتعمل بشي فاجه بنواة عامل بنامج قد تكون البلد محتاجة لمشروع اخر ففي شركات بتستخدم حلول قايمة على بلوكو تشين والانترنت في سينجس على اساس تساعد الناس اصحاب القرارات من هم اتخذوا القرار وتشجع الناس انها تعمل تصويت على الانترنت ويكون هناك شفية في الموضوع ويكون هناك منع للتزوير ويكون هناك امكانية ان محدش يقدر يزور الأصوات من خلال تقنية تقنية البلوكو تشين وعملنا عنها كذا فيديو فالمواطنين كلهم يقدروا ان يشاركوا بالقرارات ويكون لهم الرأي بتاعهم ويكون لكل المعلومات التي توفرها وقدرنا هما ايشار لها خلينا نشوف مثال على كده هذه شركة اسمها فيروس مع نصة حل النزاعات وهي شركة فرنسية ويكون هناك حلول من خلال بلوكو تشين ويكون هناك مركزية المعلومات يعني المعلومات التي توفرها في صندوق اتخابات او في مكان واحد حد يقدر يعمل تزوير بالعكس هي موجودة على الجهزة كثيرة جدا من خلال تقنية البلوكو تشين وفي حال حد يزور فيه الأراء وفيه نوع من تشفير القوي جدا وهو حتى الان لا يوجد فكرة لإختراقه والتعديل عليه وفيه شفية في القانون والعود موجودة وكل حاجة موجودة هذا الموقع هذا الموقع الناس يقدر تعرف كل المعلومات على المدات ويشاركوا نشوف الموقع الثاني بوليتيا هذا يوفر حلول للحوكمة هي شركة ألمانية عملة منصة للحوكمة الالكترونية للقطاع العام تساعد قادة المدينة وحكام المدينة انهم يعملوا دمج ومشاركة واستخدام بيانات تحسين عملية اتخاذ القرورات يقف في تحضل البيانات من أزام مكتلفة ودمجها عشان يقدروا انهم ياخدوا ويتنبقوا بالمشاكل ويفكروا مع المواطنين في الحلول ويتنبقوا بالمشاكل ويتنبقوا بالمشاكل ونقص الموظفين ويتنبقوا بالمشاكل ودرورة على الحلول من قبل ما تحسن ويتنبقوا بالمشاكل فكرة التبادل بمعلمات و السريات وان المواطنين يكونوا مسؤولين عن اتخاذ القرورات فهذه الحكومة الذكية المترجم للقناة